ناحية تانية منتخب كلام كبير جدا او كلام كثير جدا عن باولو سوزا انه يجي يدرب منتخب مصر الفتر جاي مين باولو سوزا؟ تعال اقول لكم مين باولو سوزا وهو برضو ايضا مدرب بورتغالي على فكه هو كان لعب كبير بالمناسبة يعني قبل ما يبقى مدرب كبير بورتغالي عند 51 سنة طريقة اللعب المعتادة والاغلب 4-2-3-1 لعباولو سوزا في عدة انداء عليكم مثل بنفيكا سبورتينيشبونا يوفنتوس بروسيا دورتموند انتر بارما بانسينايكوس واسبانيول بدأ مسرته التدريبية في عمر 38 كمدرب مساعد المنتخب البرتغالي خلال الفترة من 1 يوليو 2008 حتى 18 نوفمبر 2008 انتقل بعد ذلك للتدريب في انجلترا بانديد كوينز بارغ رينجارز وسوانزي سيتي ولستر سيتي ثم نادي في هرفار الماجري بازل السويسي وفلونتينا الإيطالي وتيانجن الصيني وبردو الفرنسي ومنتخب بولندا مع ليفاندوفيسكي طبعا وأخيرا فريق فالمينجو البرازيلي خلال فترة من 29 ديسمبر 2021 حتى 10 يونيو 2022 وابلا نادي حاليا لم يدرب محمد صلاح في بازل أو فيلونتينا الإيطالي إسجاءه بعد رحيل محمد صلاح لرومة وجه رسالة الجماهير فيلونتينا قبل مواجهة رومة بخصوص صلاح بحسب تقريب الصحفية إيطالية كالتالي ان الجماهير عليها التعامل مع صلاح بلا مبالا وتجاهله بدلا من السخرية منه مدرب ده برضو مدرب كبير أوش مدرب كبير عندي كده حب وطعاطف دائم مع المديرين الفنين البرتغاليين أنا بحب مانويل جوزي جدا أحب جوزوال لوفيريرا جدا أحب كالوس كيروش جدا في مدربين كده بحب شخصيتهم قبل طريقة لعبهم بحب تأثيرهم مع الفرق اللي بيشتغلوا معهم أو مع اللعبين اللي بيشتغلوا معهم حتى على الأمور الفردية قبل الجماعية في مدربين برتغاليين كتير جوم نجاح في مصر في برضو مدربين برتغاليين لم يوفقوا في مصر يعني يعني ما كملوش وما أنجسوش كتير بس احنا عندنا قصص نجاح حلوة مع المديرين الفنين البرتغاليين